هذه الحرب ونقول اليوم اليوم الأول بعد المئة والحرب ضارية وكأنها شعلة الأولى وأكثر والناس ينامون في العراء والأطفال جياع يحلمون أن تخرج الأرض لهم من قثائها شيئا يبقيهم على قيد الحياة اليوم الأول بعد المئة والجو شديد البرودة والسماء تمطر موتا تمطر قنابلا وصواريخ تمحي أو تمحو معالم المدينة لا حياة تبقى ما عدت أعرف هذه المدينة لكني أشعرها جيدا والجرح يموتون ألما دون علاج دون دواء اليوم الأول بعد المئة والمعابر مغلقة يدخل منها شيء بسيط إلى هذا القطع إذن من غزة إلى الضفة وتحديدا العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر والذين يعتبرون بطبيعة الحال مجهولي المصير 240 ألف عامل فلسطيني ما بين تصريح ودون تصريح كانوا يعملون داخل الخط الأخضر والحديث الآن يدور عن إعطاء سلف لأولهم سنتحدث بتفاصيلها مع الأستاذ إذن شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطيني سعد صباحك أهلا وسهلا بحضر سعد صباحكم نعم يعني بالبداية قبل الحديث عن السلف دعنا نتحدث عن وضع العمال الفلسطينيين يعني هل هم لازالوا مجهولي المصير تحديدا العاملين داخل الخط الأخضر والله زي ما حكيتي حضر ذكره مشكلة أنه العمال للآن بنتظروا وتأملوا أنه يتم السماح لهم بالدخول ووصول لأماكن عملهم زي ما حكيتي أنه العمال عددهم كان عدد ليس بسيط بحدود الـ 245 ألف عامل هذول بيعملوا بداخل أراضي الـ 48 داخل إسرائيل والمستوطنات وحجم رواطبهم الشهرية حجم مش بسيط نحن نتحدث عن مليار و350 مليون شكل كان رواطبهم الشهرية يعني خسائرهم في المئة يوم اليوم ما حسبناهش المئة هو واحد قدرناها باقتصاديين واستنادا للبنك المركزي الإسرائيلي خسائر عمالنا اللي بيشتغلوا داخل إسرائيل حوالي 4 مليار و200 مليون شكل خلال المئة يوم اللي مضت يعني شوفوا فيها الحجم الهائل من الخسائر للعمال مع أنهم في بداية الحرب تحدثوا عن بداء العامل الفلسطيني أنهم سيحضرون من الهند ومن دول أخرى إلا أنهم لم يفعلوا ذلك دعنا نتحدث عن موضوع السلف يعني ما المعايير وما هي الضمانات للبنوك أيضا بما يتعلق بموضوع السلف من التي تنطبق عليهم الشروط من العمال وسوف يحصلون على هذه السلفة يعني السلف كان اقتراح من الاتحاد أرسلنا لسلطة النقد لمعالي الوزير في راسم الحامل وهو رئيس سلطة النقد أن هذا الموضوع المفروض يكون دور لسلطة النقد للبنوك الفلسطينية اللي هي مسؤولة عن حسابات العمال اللي بيشتغلوا داخل إسرائيل أنا بحكي على العمال اللي بيشتغلوا داخل إسرائيل موجود لهم ضمانات واضحة الضمانات توفيراتهم لأنه العامل أي عامل بيعمل داخل إسرائيل يجب قبل ما يعمل أن يعطي لصاحب العمل الإسرائيلي حسابه البنكي ويرسل كافة الأموال عبر الحساب البنكي فلذلك يعني ما في هناك أي خوف للبنوك أو أي ارتباك في هذا الموضوع لأنه في هناك توفيرات اللي هي نهاية الخدمة مثلا نهاية الخدمة وغير ذلك هذه التوفيرات هذه التوفيرات تضمن للبنوك إنها ما تتحول إلا إلهم وهذا الموضوع هناك أيضا البنوك طب أنتوا كنتوا يعني بصراحة ما احترام الشديد إلهم في بداية لما جئنا نفتح حسابات كلهم هجموا وصار يقولوا تعالي نعمل معكم اتفاقية إحنا مستعدين هلأ طب شو المشكلة هلأ واضح من كلامك أنه يعني هناك مشكلة فيما يتعلق بموضوع السلف يعني ما هي مشكلة البنوك بدون مبالغة أنا من يوم من يوم السبت لليوم على الأقل على الأقل صورة سامع من ممثلينهم على الأقل لا يقل يعني التلفونات يوميا حتى قبل ما أجعل أستوديو صباحا من الساعة 8 صباحا اتحدثوا معي قالوا له يحكم مع رئيس سلطة النقد لأن البنوك رافضت أعطينا السلف حتى رافضين أنهم يعطوا السلف يعني الحديث عن سلف بقيمة يعني الانتحاد طلب 2500 ولكن البنوك وافق على 1500 وحتى مش عن بعض العمار هل هذا صحيح؟ أبدا يدفعهم أبدا يدفعهم كمان فوائد طب هذا الحكي وين بيصير؟ طب ما هو هذا الموضوع يعني أعطوهم نسبة التوفيرات بأول ما يشتغلوا راحين يفوتوا يشتغلوا وإحنا متأكدين إن شاء الله أنهم راحين يفوتوا ويشتغلوا طب انظروا لهم نظرة خاصة في هذا الظروف مهي الأموال مكدسة في البنوك مكدسة في البنوك لا في مشاريع استثمارية تنفتح طب استثمروها في العمال عشان انعزز من صمودهم على أرضهم وعطنهم وأساسا أستاذ شاهر يعني المبلغ يعطى لمرة واحدة لمرة واحدة بدأني نعطى بس لمرة واحدة بدأني نعطى الموضوع ما أخذ جدل كبير جدا بين العمال وأنا بحكي ومسؤول عن حديثي هذا راح يعكس سلبياته على البنك نفسه اللي مش راح يساعد العامل طب بالحديث عن هذه المشاكل ليش ما بيكون فيه ممثل مثلا لعمال فلسطيني العاملين داخل الخط الأخضر الفلسطيني هل رح نشهد بالأيام القادمة يتسره لهم نقابة يعني يتمثلهم أمام البنوك أمام أي مؤسسة أخرى إن شاء الله خلال يعني بالكثير يعني خلال مدة بسيطة راح يكون فيه نقابة وراح يكون فيه ممثلين وعمالين نحن نشتغل على هذا الموضوع أنا صرت أنهيت يعني بعدة محافظات هذا الموضوع وإن شاء الله قريب جدا بتشرفونا وإحنا مننتخب لجنة تمثلهم لكل العاملين داخل إسرائيل أكيد خلينا نتحدث أيضا عن التصريح الاستثنائية التي تصدر في الوقت الحالي هل هي يعني آمنة للعامل وهل يعني سيتم العمل بها في القريب العاجل هلا هم بدأوا بدأوا يجمع أسماء بالذات اللي بيشتغلوا في قطاع البناء لأنه بنك الأسماء بالأصل موجود عندهم نزلوا اللي بعرفه أنه كان يحكي عن عمر 45 بس راح ينزل العمر لخمسة وثلاثين وراح ينرقذوا على المتزوجين واللي عندهم عائلة اللي عندهم عائلة وبنفس الوقت تقريبا يعني الموضوع في حل النهائي طبعا هذا راح يكون مكتوب على التصاريح هي تصاريح استثنائية هل هي طول اليوم زي كيف كانوا زمان مثلا يروحوا يناموا في المصلح اللي عم بيشتغلوا فيها ولا لازم يرجعوا بوقت محدد يعني خلينا نفهم بالضبط ايش يعني استثنائية الإجراءات حسب ما حكوا العمال حسب ما حكوا الشركات لهم الشركات البناء انه راح يجي باص مثلا او وسيط تنقل قلينا نقول خاصة لمكان العبور العام اللي بدأ يعبر منه بتفتش الإجراءات الأمنية بشيكو انه هذا تصريحه استثنائي وفي موافقة عليه في موافقة عليه كان في الأول التصريح مثلا يجي عبر تطبيق خاص يجي للعمال هلا الوضع انه ممكن يكون تصريح ورقي مؤقت عشان نحط عليه العبارة انه استثنائي راح تستنهم سيارة من الشركة او من صاحب العمل يعني هذه الشركة بيكون معها يعني بيكون يعني معروف انه بتنقل العمال فقط بتنقل العمال لما كان عمله ممنوع يتحرك من مكان عمله العمل هذه الاجراءات اللي حاطينها على العمال وبعد ما انه ينتهي من عمله نفس الوسيط النقل بتنقله مرة اخرى على الحاجز يعني اذا هو راح يروح في وقت معين ويرجع بوقت معين الحديث يدور عن السماسرة بتحكي انه في تصريح سفر سفر بتقدر تأمنه بمبالغ مالية طائلة وهون لازم نحكي ضروري عن موضوع المبالغ اللي اضاعفت يعني كان زمان تصريح 2500 شكل او 2000 شكل هلأ عم بحكو عن 5000 شكل تقريبا وبالاصل انه التصريح بكلفش صاحب العمل الاسرائيلي اكثر من 850 شكل والعمال كانوا يعرفوا او عظمهم اللي كان يشتروا بشكل قانوني يدفعوا 850 الان باستغلوا الموضوع انا بدي احذر العمال من هذه النقطة لان هاي نقطة هامة جدا التصريح فقط راح يكون من الساعة خامس صباحا للساعة في جدل للساعة السابعة مساء او للساعة العاشرة مساء فهذا التصريح راح يكون مش راح يكون بقاء او نوم للعمال من الشروط الشروط انه مش عارف لما السمسار قاعب يقول له 0000 اذا هذا الكلام مزبوط اطلاقا مش مزبوط و10,000 شكل التصريح وب7,000 شكل يعني مدة 10,000 شكل ممكن 6 شهور بس اولا ان هذا الحكم ما بدزم العامل العامل يعني راح يدفع هلأ بنحكي انه راح يدفع بحدود 35,000 شكل بين 35,000 شكل 5,000 شكل ثمن التصريح المفروض انه ان شاء الله راح نتوجه لل وزارة الشؤون المدنية وانهم يدخل حلما السماسرة واستغلالهم للعمال السماسرة هذول يعني بتعرف هي الشغلة كيف مقاولين بيجيبوا عمال للشركات بتم استغلالهم بتم استغلال العمال عن طريقهم عن طريقهم كله بالاتفاق لانه هذه اجهزة امنية اسرائيلية بهذا الموضوع في يعني في اجاز ان سمحت اللي في نهاية اللقاء اود ان اسألك عن عمال غزة العاملين داخل الخط الاخدار الفلسطيني ما هو مصيرهم والله احنا تعرف اي اشي عنهم اي معلومات احنا تقريبا كل المعلومات موجودة عنا في هناك يعني ما استطعنا لحد الى نجيب معلومات بواسط صريبة الأعمال وغيره بحدود المية عامل اللي نعطي اجوبة لأهاليهم احنا لا يزال موجود في الضفة غربية حسب يعني حسب عن المعلومات اللي عنا منقدرها بحدود الاربعة الاف وثمانمية عامل متواجدين هون منقدر انه في جزء كما تم وجود داخل اراضي الـ 48 احنا هون في رعاية خاصة الهم في الايواء والطعام مشرفة عليهم لجنة وفي جزء كتير كبير منهم رجع على قطاع غزة رجع حوالي اربعة الاف وثلاثمية عامل قطاع غزة وممكن في الفترة القادمة في عدد منهم طالب انه يرجع وشفت الاقتحام اللي كان بالامس في بديا واعتقال 17 عامل تم اعتقالهم من قرية بديا يعني للأسف العامل الفلسطيني وتحديدا من غزة هو غير آمن نهائيا غير آمن ومعرض معرض لأذى من قبل في عنا مثل بقول شل أجبرك على المر غير الأمر منه فهو مش سائل انه حتى لو تم قتله ولا ضربه من الجيش الإسرائيلي أو من الأمن الإسرائيلي المهم يؤمن لقمة عيشه وهذه اللقمة التي دائما ما نقول عنها بأنها مغمسة بدهم أشكرك جزيلا شكر للأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الأستاذ شاهر سعدي سعد سباح نعم نوصل لخطام فقرتنا من فلسطين باقي الفقرات مكملة معاكم عودة إلى استوديهاتنا ومع زميلة دانا الإقدام